أكد السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام بجدة أنه تم العصور على معظم المفقودين محتجزين بالمستشفيات السعودية بمكة المكرمة لطلق العلاج جاء ذلك خلال جولة التفاقدية بمستشفيات مكة المكرمة للإتمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بها مشيرا إلى استخراج جهادات الوفاء لكافة حالات الوفيات من الحجاج بهدف الإتمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية قام الكنصل المصري بجدة بجولة تفاقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم والذي وصل عدد المحتجزين من الحجاج المصريين إلى أكثر من 180 حالة إضافة إلى تزليل المعاوقات كافة التي قد تواجههم لحين عودة مسالمين لأرض الوطن كان لي الشرف أن أنا أتفقد النهاردة عدد كبير بين المواطنين المنومين في المستشفى وطمنت على صحتهم واطلعت برضو على حالتهم الصحية وتطورها وطلبتهم الخاصة جدا فدي كانت مناسبة مهمة جدا أن نقول لهم أن نحن كمصريين نحن معاكم وفي ظهركم ونتمنى لهم يقوموا بالسلامة ويرجعوا تاني إن شاء الله مصر وبعثة الحج الرسمية كمان عندها الإمكانية أنها توائم وتعد الموعيد السفر للحجاج طبعا على البعثة الرسمية بقيت مواطنين اللي جايين بغرض الحج إحنا طبعا مسؤولين منهم حنسهر على راحتهم ونقدم لهم كل ما يمكن تقديمه لراحتهم في مجمع الصحي في المعصم بيتم صرف شهادات الوفاة للمواطنين اللي معاهم توكيلات أو تفوضات من زويهم في مصر وده بيتم دلوقتي يعني على مدار الساعة الحمد لله الحمد لله كتير جدا من اللي كانوا محصوبين مفقودين كانوا منومين في المستشفيات وخرجوا فعندنا أعداد كبيرة الحمد لله تعرفنا عليهم وتعرف عليهم زويهم ورجعوا الحمد لله كما تحولت غرفة عملات البعصة الطبية المصرية بمكة المكرمة لخلية نحلة على مدار الساعة لرصد حالات الوفاة بالمستشفات ومجمع الوفيات بالمعصم بمكة المكرمة وكذلك المرضى المحتجزين منهم بالمراكز العلاجية إضافة إلى رصد المفقودين بمشعاري عرفات وميناء وذلك بالتنصيق مع الكنصولية المصرية بجدة كان عندنا تكليف من رئيسة البعصة بأن احنا نتعامل مع كل حالات الحج اللي هم من الجنسية المصرية بنحاول دلوقتي يزودنا عدد فري المرور وكسفنا المرور على المستشفيات لأنه في بعض المرضى كمان محتجزين في مستشفيات خاصة علشان نتابع تطور الحالة الصحية للحجاج المصريين المناومين وتشخصها كان فقدان درجة وعي بسبب برضو بسبب الحرارة العالية وبسبب حالات الجفاف وبسبب كبر سن الحجاج وإصابتهم بأمراض مزمنة خلت تأثير الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في المشاعر كان أقوى من الوضع الطبيعي يعني فمعظم الحالات كانت إجاد حرارة بعد المشاعر في ناس كتير تحجس المستشفيات وفي حالات وفاة ظهرت فاحنا دلوقتي بقينا بناخد اتصالات أكتر من الناس اللي بيستفسر عن حد دخل المستشفى خاصة ممكن يكون بيستفسرهم مصر أو هنا داخلين فرق المستشفيات بتبلغنا بآخر تقارير عن حالات الناس المحجوزة في المستشفيات غير بقى حالات الوفاة بنقعد نعملها حصر في جميع المستشفيات أي بلاغ بييجي لازم بنتأكد منه ونبعت الفريق من عندنا يتأكد ده مصري بحس أنه بقى يتعمل فيها الإجراءات بتاعت الوفاة ويتبلغ زاويهم وكده جهود المدنية تبزل هنا بالبعثة الطبية المصرية على مدار الساعة لرصد أي حالة وفاة أو محتجزين بالمستشفيات السعودية فالكل يعمل بلا كالل أو ملل ليكون عند مستوى الحدث محمد حلمي التلفزيون النصري